لو لما بتيجي تشغل اي فيديو بيعد ساعة على ما بيفتح او بتيجي تحمل اي تطبيق بيبقى الانترنت البطيق معك فعايز حل الانهائي لمشكلة دي تابع الفيديو للنهاية السلام عليكم رحمة الله اهلا بكم معنا في فيديو جديد من قناة حجم ستنبايل النهاردة معنا فيديو جديد عن حل مشكلة بطء وتقطيع الانترنت بطريقة سهلة وبسيطة جدا سكده قبل ان ده الفيديو لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا ما نقدمه عن افرطة باطل الموبايل وحالة مشكل الموبايل وحالة مشكل الانترنت انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عالكل عشان ما نفتكش كل فيديوهاتنا الجاية وعمل لاك للفيديو عشان يشجعنا ويلا بينا نبدأ كل اللي علينا اول طريقة معنا هندخل على الضبط وهندخل على واي فاي وهننزل لتحت عند تفضيلات واي فاي وهتروح عند الاختيار التالت وتشغيل واي فاي تلقائيا هتلاقي مش بتفعل لازم تفعله الخيار ده مهم جدا عشان لو انت مسلا بتستخدم شبكة تانية برا البيت ولما بترجع البيت مسلا لو المكان اللي انت كنت مشغل فيه الواي فاي قريب من البيت ممكن تكون شغال على الواي فاي بتاع المكان التاني فهتلاقي الانترنت تبطيه معك فاول لما تفعل الخيار ده الموبايل هيختار احسن شبكة موجودة في المنطقة اللي انت موجود فيها وهيبدأ اللي هو يخليك تستخدم الواي فاي بيها فدي الطريقة الاولى معنا في فيديو النهاردة هندخل على الطريقة التانية وهي اللي انت هتدخل على خيارات المطور ولو مش بتفعلها عندك زي ما قولنا قبل كده هتدخل على هاتفي وهي هتروح عند رقم الاصدار وهتضغط عليه خمس مرات هتتفعل مع خيارات المطور وهتضغط عليها ولو مش بتفعلها هتفعلها وهتضغط على موافق وهتبدأ اللي انت تنزل لتحت عند تسريع الاكهزة للتوصيل وهتبدأ اللي انت هتفعلها عشان لو فعلت الخيار ده هيبدأ اللي شبكة الواي فاي ومع الموبايل بتاعك هيبدأ اللي هو يحصل من بينهم اتصال اكتر فبالتالي شرعة انت هتجيد اكتر ومش هيبقى في بطء في الانترنت وكمان لو انت مش مفعل الخيارين اللي فوق اللي هم تمكين تسجيل واي فاي وتقييد البحث على شبكات واي فاي الخيارين دول برضو كنا شرحنا مميزاتهم في فيديوهات قبل كده فلو انت مش تفعلهم تفعلهم فهتفعل التلات خيارات دول وهي برضو هتلاقي فرق كبير جدا في الانترنت عندك ومش هيقطع فدي كانت الطريقة التانية معنا في فيديو النهاردة هندخل بقى على الطريقة التالتة والاخيرة وهي اللي انت هتدخل على يوتيوب وهتدخل على الاعدادات وهتروح عند الاعدادات المفضلة لجودة الفيديو وهتلاقي معظم الناس عندها عند جودة صورة اعلى وده حيبقى دايما بيشغلك كودة الفيديو على الف وتمانين او سبب مية وعشرين احسن اللي انت هتختار الخيار من الاختيارين التانيين وهما الاعدادات التلقائية او توفير البيانات فهتختار الاعدادات التلقائية لو الانترنت قوي عندك في الفترة انت بشغل فيها الفيديو ان الفيديو يشتغل على الف وتمانين او سبعمية وعشرين ولو الانترنت عندك بطيء هتبقى جودة الفيديو مية اربعة واربعين او متين واربعين ولكن انا مفضلش الخيار ده عشان لو الانترنت عندك كويس هيبدأ اللي هو يشغل كل الفيديوهات بجودة الف وتمانين وسبعمية وعشرين وحيسحب من باقت الانترنت بشكل كبير جدا ولو انت بتعني مشكلة سرة انتاء باقت الانترنت هسيب لك تحت في وصف الفيديو في فيديو الحل المشكلة دي. فانا افضل الخيار توفير البيانات. ده الخيار ده هيبدأ اللي هو يشغل لك كل الفيديوهات على جودة مئتين واربعين او تلتمائة وستين. فجودة الفيديو هتبقى كويسة وفي نفس الوقت مش هيسحمل بقت الانترنت. وبرضو الفيديو مش هيقطع معاك ولا هيوف معاك. فدول كانوا التلات طرق بتوع فيديو النهاردة. لو بتدور على طريق استرجاع الصور والفيديوات المحزوفة من موبايلك حتى بعد الفورمات سيب لك برضو تحت الفاصل فيديو في فيديو للطريقة دي. ولو استفدت اي حاجة من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يشجعنا. ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا ما نقدمه عن افضل طلبات الموبايل وحلم شكل الموبايل وحلم شكل انترنت. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عالكل عشان ما نفتكش كل الفيديواتنا الجاية. واعمل لايك للفيديو عشان يشجعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.